الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن انطلاق دوري السوبر الأفريقي في أغسطس من عام 2023 بمشاركة 24 فريق وبإجمالي جواز بقيمة 100 مليون دولار البطل هيكون نصيبه 10 مليون دولار خلونا نتكلم أكتر عن المسابقة دي وتأثيرها على دوري الأبطال الأفريقي بشكله الحالي معانا على التليفون محمد سعيد الناقد الرياضي صباح الخير عليك محمد صباح الخير يا محمد صباح الخير يا جمال يا أهلا بيك في البداية أريد أن نعرف إيه تفاصيل المسابقة دي ومين اللي هيشارك فيها المسابقة بالتأكيد فيها تفاصيل كثيرة يمكن عدد الأندية اللي هتشارك فيها 24 نادي لكن هتم المشاركة فيها بالنظام الجغرافي شمال إفريقيا هيبقى فيها 8 أندية يمكن أبرز الأندية اللي هتشارك فيها من مصر حتى يهزين لحظة الأهل والزمالك في معايير للمشاركة أول معايير طبعا تبقى لتصنيف الأندية في النتائج المسابقات الإفريقية أثرت 5 سنوات بعد كده الشعبية والجماهيرية والقيمة التسوقية لكل نادي ويقالت حاجة الميزانية الفصلة لكل نادي هل ميزانية كبيرة قيمة كبيرة قيمة مالية وبالتالي البطولة المتوقع أن نشارك فيها أكبر الأندية العربية والإفريقية في كل زون وفي كل منطقة جغرافية البطولة تنطلق من أغسطس 20-23 حتى مايو 20-24 البطولة تتلاحب على مدار 10 شهور وعدد المباريات التي تتلاحب فيها حوالي 21 مباراة إذا الفريق يقدر يوصل إلى المباراة النهائية 14 مباراة في دور المجموعات ثم امتدأت في الجولة الثانية بقى امتدأت من دور الستاشر مرحلة النقاء وتخروج المغلوب حتى المباراة النهائية البطولة متوقعة طبعا مجموعة جوازها هتبقى أرقام كبيرة جدا بالنسبة للقرة الإفريقية حوالي 100 مليون دولار مجموعة جواز البطولة رقم كبير فعلا رقم كبير انت مجرد المشاركة في البداية فيه 2.5 مليون دولار ده قيمة المشاركة لكن حتى الوصول للمباراة النهائية والفص باللقب مجموعة جواز الفريق اللي هيفص باللقب يتصل لحوالي 11 مليون و600 ألف دولار فيه حوالي 200 ألف دولار دعم لكل نادي هيشارك يعني عشان يساهم فيه مسألة الانتقالات والصفر فيه خلال مشوار البطولة طبعا المشاركة في ثلاث مجموعات أقوى مجموعة طبعا هتبقى هي مجموعة شمال إفريقيا لأن الفرق العربية يمكن مستحوزة بشكل كبير على نتائج المسابقات الإفريقية في السنوات العشر الأخيرة فبالتالي شمال إفريقيا تحديدا هي هتبقى البطولة الأقوى أو المجموعة الأقوى بالمقارنة بمجموعة وسط وغرب إفريقيا ويشارك وجنوم القرى الإفريقية دي بطولة منفاصلة بقى تماما هتبقى بطولة جديدة مستحدثة بخلاف دور الأبطال اللي هيتعدل اسمها وهي اسمها كأس أبطال إفريقيا بالإضافة إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية إن شاء الله طيب محمد خلني يعرف برضو منك الفريق اللي هيكسب المفروض إنه يكون هيلعب كام واتش وبعدين كمان في حاجة اسمعناها إنه كل منطقة هتلاعب الأخرى بطريقة معينة برضو لو تشرحها لنا الفريق اللي هيكسب البطولة هيكون وصل لـ 21 مباراة وده كده معدل زيادة نقدر نقول أكتر من البطول لدور أبطال إفريقيا اللي بنلعبها كل السنوات اللي فاتت في زيادة 8 مطشات يعني دور الأبطال أو الكونفيدرالية لما بتوصل فاينل بتكون لعبت بالكتير 13 مطش لكن مع دور السوبر لأفيه 8 مطشات زيادة عن المعدل الطبيعي فتوصل لـ 21 مباراة ويتلعى عشان كده حتى قيمة الجوائز أعلى وأكبر الميزة بك في دور السوبر إنك في دور المجموعات اللي هي في بداية البطولة أنت بتلعب 14 مباراة في دور المجموعات 7 مباراة على أرضك و7 مباراة خارج أرضك مع الـ 8 فرق أو 7 فرق اللي معاك في المجموعة الميزة إنك ما بتروحش بعيد يعني أنت هتلعب مع الفرق التونسية والجزائرية والمغربية وممكن يكون فيه فريق ليبي فالمسافات مش بعيدة حتى الطيران في الدول الشمال ما بين مصر وتونس والجزائر والمغرب بتتروح مثلا رحلة الصفر من 3 ساعات إلى 5 ساعات فيعني الرحلات مش هتبقى بعيدة لكن في دول من دور السبتاشر كده بقى تخرج فيه أرع مفتوحة مع بقى الـ N-D أو تقريبا يعني من القوارتر فاينال من دور الثماني طيب لكن بالتأكيد محمد هيكون لها تأثير هذه البطولة على البطولات الأفريقية سواء الـ كونفدرالية أو دور الأبطال أكيد هبالات أثير لأن أكبر الفرق اللي عايزت تاخد جواز وأرقام مالية أكيد هتشارك في دور السوبر لكن هو بالمعنى الأصح يعني هو مقدر أخاقة لبطل أو الاختيار مش في يدك لأن دور السوبر اللي بيختار هنا هو الاتحاد الإفريق هو اللي بيختار الأندية اللي هتشارك في دور السوبر حتى لو أنت مش بطل الدوري لك الحق أنك تلع في دور السوبر لو الكاف اختارت لكن البطولات الأخرى المعيار المشاركة هنا ده تبقى ليه معايير الاتحادات الوطنية طبعا أنت لو أنت مش بطل الدوري والفريق بطل الدوري مش هيك دور السوبر بتلعب بقى كاف أبطال أفريقيا بس في ساعتها كأس الـ كونفدرالية ممكن تبقى لها أهمية لأنها يبقى في صعود وغبوط أنت لو بطل المنطقة الإقليمية في مجموعتك في كأس الـ كونفدرالية تسعى تلعب دور السوبر اللي ندور السوبر وانت في دور المجموعات المركز الثاني بيهبط وبيروح يلعب في كأس الـ كونفدرالية الفتاة الجيلة طيب محمد يعيز أسألك برضه سؤال البطولة دي يعني تكلم آه صحيح في عدد ماتشات زيادة وكمان في جائزة مالية كبيرة جدا زي ما قلت البطولة دي هل تعتقد أنها تؤثر على البطولات الأفريقية الأخرى وبرده فكرة عدد الماتشات ده اللي هارتكلم طبعا خصوصا على دوري أبطال أفريقية لكن الجزء الآخر هو فكرة الماتشات الزيادة مش هتؤثر كمان أو مش هترهق الفرق طبعا دور السوبر الأفريقي ليه تأثير كبير جدا على التاريخ وعلى الزقريات الخاصة بالبطولات الأفريقية اللي لها سنوات طويلة جدا مع الفرق المصرية طبعا دور الأفطال أو كأس الـ كونفدرالية أو ممكن دور الأفطال تحديدا لكأس الـ كونفدرالية تغير مسمحة كثير من كأس الفرص الإفريقية لكأس الـ السحادة الإفريقي إلى كأس الـ كونفدرالية الإفريقية لكن دور الأفطال في البطولة التاريخية أعتقد مش عيب عليها قيمة خلاص يعني دور الأفطال انت كنت بتشارك فيها بتلعب فيها حوالي 13 مباراة تعدد المباراة فيها هيقل هيبقى حوالي 8-9 مباراة القيمة المالية مش هديد دا ما هي 2.5 مليون دولار لكن طبعا دور السوبر 11.5 مليون دولار عدد المشاركة وعدد المباراة فيها يعني احنا نتكلم الفريل هيوصل الفاينل يا جمان عيالة 21 مباراة عدد كبير جدا الدوليات المحلية في الشمال الإفريقي تحديدا يعني بتطراوح عدد المباراة من 34 أسبوع إلى 30 أسبوع فمع الـ 21 مباراة الإفريقية احنا نتكلم في معدل 55 مباراة في الموسم دا لسه ما تكلمناش في الكأس البطولة الوطنية وده كتير جدا يا سيد محمد هل الاتحاد يقدر يدخل طيب لحل هذه المسألة عشان دا إرهاق إرهاق كبير جدا على الفرق اللي هتشارك في هذه البطولة لا 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 الموضوع حالات انتهى والقرار التام باتخيازه ورغب أنه حصلت أكتب من ورشة عام طيب لكن الكاف واخد قراره من الفي ازاي نقدر نعمل دا عندنا احنا يا سيد محمد يعني الاتحاد المصري يقدر يريح الأندية اللي بتشارك في الدورة هو بالمنظر دا أو بالشكل دا عشان الاتحاد المصري يقدر يلعب أو أنديته تقدر تشارك في البطولات دا يعني الدورة ما يفعش عندنا إلا من دور واحد نلعب دوري من دور واحد وبعا كان بقى تحديد البطر وتحديد الهابتين لكن دوري من 34 أسبوع ونفضل بنفس المعدل 18 فريد في كل سنة في الدورة أعتقد أن يلقى صعب جدا أننا نستكمل دا حكذا نلعب يعني دوري كل سنتين مش دوري كل سنة طيب في تجربة طيب في تونس يا محمد أنه يعني عندها بقى عندها تقريبا في الموسم دا تقسموا الأندية لمجموعتين صحيح هل دا ممكن يحصل عندنا؟ والله يعني كذا مرة تم تقديم الإفتراح دا للأندية لكن للأسر دايمة الأندية بتعترض لأن الأندية دايمة بتبص أن الدور يفضل زي ما هو لأن النتائج لها علاقة بالرعاية وقيمة حقوق البس الفضائي كلما الدور بيفضل زي ما هو 34 أسبوع كلما قيمة الرعاية بتفضل زي ما هي أو بتزيد لكن لما تلعب دوري ما معتين القيمة التصريحية بتقل من المسابقة فالأرقام المالية بتقل فالأندية بترفض طبعا للأسر طب ممكن يبقى دور واحد يا مدى الذهاب وإياب مثلا ممكن تبقى من دور واحد ماتش واحد أنه عدد الماتشات فعلا كبير إحنا أصلا زي ما كان شازلي بيتكلم معاك أنه بالفعل الفرق مرهقة واللعيبة مرهقة بص شازلي تتكلم في الروطة مهمة ضد لها أعلاقة بالأمور الفنية لأنه مش كل حاجة في الكرة هي الأمور المادية ولكن للأسف هنا القرارات في مصر مختلفة شوية عن الدوريات الأخرى لأن هنا الرابطة دايما بتحب تاخد استشارة الأمدية لكن في تونس حصل المعلومات اللي بتجيل يعني أن الرابطة في تونس أو الاتحاد التونسي بيقرر من غير ما يكتمل مع الأمدية الفترة اللي جاية أكيد رابطة الأمدية لازم يقول لها القرارات بدون الرجوع للأمدية اللي هي أكيدها تبقى شايفة صالح العام للجميع لكن الأمدية اللي بتيجي تاخذي رأيها كل نادي بيشوفها من وجهة نظره فبالتالي ما بيبقاش القرار موحد على الجميع فبالتالي يقول لها قلس نعم نمشي زي ما احنا ما بنغيرش في النظام الدوري فالربطة أكيد الفترة الجاية محمد مليون في المية هتاخد قرارات مختلفة شوية لأن يلازم يكون فيه سنة استثنائية لإعادة نظام المسابقة الفترة الجاية طيب نتكلم عن دوري الأبطال في البطولة الحالية اللي زي مالك هيلعب من الدور 64 مظبوط والقال هييلعب من الدور 32 إيه السبب ده التصنيف يعني ودائما الاتحاد الإفريقي بيحدد المعايير الخاصة بمشاركات الأندية الإفريقية بالتصنيف مش بالبطولات يعني السنة دي تحديدا أو مش السنة تحديدا والأهل عمدا في الفترة الأخيرة رقم واحد في التصنيف يعني الأهل 78 نقبة تبقى اللي نفايجه في البطولات الأخيرة يعني بيوصل نهايي مثلا أخر 6-5 مرات فالأهل رقم واحد في التصنيف فما عندهش مشكلة الأهل معك من الدور التمهيدي الأول فييلعب الدور التمهيدي الثاني لكن في المقابل الزمالك السنة دي كان متثاومة مع مزينبي اللي اتنين عندهم 43 نقطة فتبقيه نقدر نفصل إزاي في معيار المشاركة من يلعب تمهيدي ومن ما يلعبش تمهيدي بصل لنتائج السنة الأخيرة فلاقوا أن مزينبي وصل الدور للنصر النهائي الزمالك خرج من دور المجموعات وبالتالي أصبح هنا معيار التصنيف والنقاط مزينبي السنة اللي فاتت نقدر نقول واخد تلت نقاط الزمالك خد نقطين فلاقوا معيار التصنيف اللي احنا ماشينا عليه من زمال حتى من أول تحديد نادي القرن إذن إن الزمالك يلعب الدور التمهيدي ومزينبي معصي إن مزينبي بحقق نقطة أعلى وعلى هذا الأساس الزمالك سيبدأ من دور ال64 اللي هو الدور التمهيدي الأول بإذن الله يوم تفع تفع إلا المقبل بإذن الله بإذن الله تبتوقعاتك بقى ونحن نتكلم معك توقعاتك لدوري أبطال أفريقيا أولا الزمالك عيبقى حظ كويس لأن الزمالك مش هيسادسد مش هيلعب في تشاد تشاد يمكن بالأمس الاتحاد للفريق كنامي عتمد ملعبها فتشاد أو الفريق بطل تشاد أكس بورت لازم قدامه عشر تيام عشان يحدد الملعب البديل يلعب في الكاميرون يحبيه يلعب في مصر يلعب في تونس على حضر ما يحدد أعتقد ستبقى المواجهة سهلة يعني بفعش أي صعوبة لكن سيبقى رأسي في مشكلة للزمالك لو المطش هيتلاعب في الكاميرون سيبقى سفر بعيد والتنقلات في أفريقيا بالتأكيد عشان يبقى صعبة لكن تأهل الزمالك مضمون بنسبة كبيرة أكيد طبعا في إرشار أيضا الواحد الجديد على المسابقات الإفريقية وأحدث الأندية المصرية بإذن نتمنى للتوفيق بردو بداية جديدة بالنسباله إن شاء الله يستطيع التأهل مع بطل أغاندا ولفس الأهل والبداية بزي ينتظر بقى المسابقات أو بينتظر النتائج القادمة عشان يعرفوا المنافس اللي علاعة كل فريق في دور الـ 32 لكن طبعا البطولة يعني السنة دي المنافسة تباقية جدا من دور الـ 33 إن الأهل المرشح من الوادي فقل تونس والزمالك مرشح لوني واجه الاتحاد الليبي شكرا جزيلا لك محمد سعيد الناقد الرياضي ألف شكر لك